بإضاءة سريعة حتى نشوف الجداول اللي ظهرت يوم أمس على مسألة الهيئات والمدراء العامين والتقاسم ما بين الرؤوس الكبيرة في السلطة أظهرت الجداول أنه 13 مدير عام من مدراء جدد تم تعينهم من قبل السيد السوداني وهو الرقم اللي عادل عدد المناصب اللي حصل عليها رئيس تياري الحكمة السيد عماري الحكيم ورئيس اعتلاف النصر حيدرد العبادي مثل ما ظهر بالجدول المناصب اللي حصل عليها السوداني خلال أكثر من عام في حكومته هي بين ثلاث مدراء بوزارة العمار والإسكان مديريا اثنيا بوزارة الاتصالات مدير واحد بكل من وزارة التربية والزراعة والصحة والصناعة والمعادن والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والنفط وديوان الرقابة المالية طبعا ما قدرنا نعرف أنه المدراء العامين ذكرناهم اللي أكون من ضمن تياري الفراتين للحزب التابع إلى رئيس الوزراء لحد الآن ما بين طبعا الحكمة أيضا والنصر قاسمة و13 منصب يعني 13 مدير جدولي ظهر أنه تياري الحكمة حاز على منصب مدير عام بكل من التجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن والثقافة والداخلية وديوان الرقابة المالية والوقف الشيعي وهيئة التصنيع الحربي ومدير واحد في كل من على الحكمة الاتصالات والتربية الصناعة والمعادن العمل شؤون الاجتماعية نفط داخلية نقل هيئة حج وعمرة هيئة تصنيع حربي طبعا هذول المدراء جدد أنه سيد سودان الملتقى بهم قالهم أطمئنه التصويت عليكم ما أجب تأثير سياسي وقالهم أيضا أي جهة ما يمكن لها حمايتهم إذا أخفقوا بالإداء وطبعا اللي فالح الفياض وزارتين وهيئة وثلاث مناصب من تسعة وتسعين مدير المناصب اللي حصل عليها الفياض بوزارتين وهيئة وزعت بحسب الجدول مدير واحد بوزارة الشباب والرياضة مدير واحد بوزارة الهجرة والمهجرين مدير واحد بمؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وثلاثة للتيار الصدري على أثر الاشتباكات وانسحب منها السيد الصدر حصلوا على ثلاثة بالإعمار والأسكان واحد وتعليم عالي واحد العلمي واحد والوقف الشيعي واحد وهذول اللي حد الآن ما نعرف هل هم وكلاء أو أصلاء أو تم تثبيتهم ما نعرف تقدم العزم أقل من خمس المعينين وتقاسموا بما يعرف بكتل المناطق المحررة داخل المشهد السياسي تسعة طعش منصب من وجبة المدراء العامين تسعة لتقدم وثمانية العزم واثنينة السيادة تقدم العزم أقل من خمس المعينين في زمن السوداني كما أظهر الجدول تقدم عدى مديرين اثنين بديوان الرقابة المالية ومنصب مدير بكل من التجارة والتعليم العالي والصناعة والمعادن والصحة العمل الشؤون الاجتماعي النقل والوقف السني أما عزم برئاسة مطنة السامرائي عدى مديرين اثنين أو بوزارة التربية ومدير بكل من الصناعة والمعادن المالية الثقافة هيئة الحجوة العمرة ديوان الرقابة المالية الوقف السني في حين حصل تحالف السيادة على مديرين عامين بكل من وزارة التجارة والوقف السني ثلاثة لحزب الديمقراطي الكردستاني بالإعمار والإسكان والبنك المركزي ووقف الأقليات وبابليون ماخذ جزء من دائرة الدرجات الخاصة بريان الكلداني حاصل على منصب مدير بكل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ووقف الأقليات وأيضاً بطريارك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويساكو عند منصب في مدير عام في شؤون